بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بفوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لا شك أن الناس بحاجة إلى الفتوى لأن أكثر أكثر الناس جهال والعلماء قليلون نعم يوجد هناك متعلمون وقراء وحفاظ من القرآن وللأحاديث لكنهم ليسوا فقهاء ليسوا فقهاء والذي يفتي الناس لا بد أن يكون فقيها في دين الله عز وجل والفقه هو الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء وهو الحكمة قال تعالى وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَعْ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل وَلَا يُؤْتَاهَا كُلُّ أَحْدُ اختار الله لها من العلماء من يكون محلاً للاختيار إذن فلابد من من الحاجة إلى الاستفتاء قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كانت سرية من صحابة رسول الله من صلى الله عليه وسلم في الجهاد فأصاب أحدهم حجراً في رأسه تشجهوا صار فيه شجه لرأسه ثم إنهم الليل احتلم صار عليه جناباً من احتلام فأشكل عليه هل يغتسل ويغسل رأسه ولو أن فيه الشجه معلوم أن الماء إذا دخل في الجرح خطير أشكل عليه فسأل من معه ماذا يعني فأفتوه بأن يغسل رأسه ويغتسل من الجنابة فغسل الرجل رأسه واغتسل ودخل الماء في الشجه ومات مات الرجل فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخضروه قال قتلوه قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوه إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال هذه واقعة وقعت مع صحابة وهم يقرؤون القرآن ويحفظون الحديث لكن ليس عندهم فقه الفقه خصوصية يؤتيه الله ليس الفقه بكثرة التعلم أو كثرة الحفظ أو الذكاء الفقه منه من الله جل وعلا يؤتيه من يشاه ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان عبد الله بن عباس آية في الفقه وفي التفسير ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين من الله جل وعلا يفقهه الله هو الذي يفقهه في الدين وهو علامة على أن الله أراد به خيرا وفي آخر الزمان كما في الخبر يكثر القرى ويقل الفقهاء يكثر القرى ويقل الفقهاء فالفقه عزيز وثمين ولا يوجد إلا في نوادر من الناس فلذلك يجب أن تقتصر الفتوى على هؤلاء الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالتقى ومارسوا الفتوى تمرنوا عليها سنين والذين اختارهم ولي أمر المسلمين للإفتاء لأنه ما اختارهم إلا بعد مشاورات وبعد تحري يكون المرجع لهذا أما أن يسأل من هب ودب من جاهل أو متعالم يدعي العلم وليس بعالم أو حتى قاري مكثر للقراءة والحظم كل هذا لا يجدي شيئا وربما وربما يسبب ضررا على الناس ولهذا جاء في جاء في كلام بعض الحكمة قال يفسد البلد نصف فقيه يفسد البلد أربعة نصف فقيه ونصف طبيب ونصف متكلم ونصف نحوي فالفقيه نصف الفقيه يفسد البلدان يفتي بغير علم يفسد البلدان ونصف الطبيب يفسد الأبدان يعالجه ما عند علم بالطب يفسد الأبدان يفسد الأبدان يترتب على علاجه وفيات أو يترتب على علاجه تعويطا في الجسم وأما نصف المتكلم يعني علم المنطق فهذا يفسد الأديان لأنه يفسد العقايد يفسد العقايد لأن العقايد مبنية على الكتاب والسنة ولم تبنى على المنطق علم الجدل مبنية على الكتاب والسنة والنحوي يفسد اللسان نصف النحوي يفسد اللسان يعني يفسد اللغة العربية فيقرأ خطأا ويتكلم خطأا فهو يفسد اللسان إذن لا بد من التخصص في كل فن من هذه الفنون حتى يكون من دخل فيها يتقنها ولا يترتب على تصرفه أضرار للناس والفتوى من أخطر شيء وكان السلف تخوفون من الفتوى ويتدافعونها مع أنهم علماء كل واحد يخيل على الآخر ليسلم هو وفي الحديث أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار الفتوى ها خطر لأنها إذا أخطأ المفتي فقد قال على الله بغير علم قال على الله بغير علم وهذا من أكبر الكبائب القول على الله بغير علم وسموا المفتي لأنهم المفتين لأنهم الموقعون عن رب العالمين موقعون عن رب العالمين لأنهم يقولون هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينوب ينوب في الفتوى ويسند هذا إلى إلى الله جل وعلا وإلى رسوله ولذلك السلف يتحرجون من الفتوى مع أنهم علماء مهما أمكن الإنسان أنه ما يفتي وهو يتجنب لكن إذا ابتلي وصار لا بد فإنه يجتهد إنه يجتهد ويتحرى الصواب ويتحرى الدليل ويفتي للضرورة أكد كان السلف رحمهم الله أما في وقتنا هذا فأصبحت الفتوى من أرخص شيء ومن أسهل شيء بل صاروا يتسابقون إليها وكل يجعل نفسه مفتين إما في المجتمعات والمجالس وإما في وسائل الإعلام من إذاعة أو فضائيات يفتون ويقولون على الله بغير يظلون الناس هذا إذا كانوا جهالا أما إذا كانوا ظلالا ومتعمدين لإضلال الناس فهذا أشد الحاصل أنه ما كل عالم يسأل إلا إذا عرف دينه وورعه وعرف فقهه في دين الله فكيف بالجاهل وكيف بالمتعلم وكيف الفتوى لا بد أن تسند إلى أهلها أنت لما إذا كان بك مرض أو جرح أو عل من العلل تحتاج إلى علاج هل تذهب إلى أي واحد ما تذهب إلى طبيب مختص بعد السؤال عنه وأن يكون معتمدا في مستشفى لأنه لا يجعل في مستشفى إلا من كان مشهودا له في الخبرة لأن تذهب إلى المختصين من الأطبة خوفا من الموت خوفا من الخطر فكيف دينك لا تخاف على دينك تسنده إلى أي أحد لا بل بعض الناس يقول أنا أجعل بيني وبين النار حط بينك وبين النار مطوع يقولون وإذا قال لي كذا أنا آخذ بقوله ويكون هو المسؤول أنت المسؤول كلكم مسؤولين هو وأنت كلكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر من أهل الذكر العلماء هذا يسألوا المتعلمين يسألوا القرى أي أحد قال أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا أصل في الفتوى بعض الناس يقول إذا اختلف العلماء الحمد لله هذا دليل على السعة وأنا بأخذ بأي قول من أقوالهم هذا باطل الحكم ما هو للعلماء الحكم لله ولرسوله فلا يوخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما ما خالف فإنه لا يوخذ والخلاف ليس مبررا إن الإنسان تجشم ما يستهي ولا يأخذ الفتوى اللي ما توافق هواه إذا صارت الفتوى ما توافق راغبته يتركها وله صادره من أهل العلم ويأخذ قول متعلم أو جاهل أو ظالم من الظلال لأنه يوافق هواه وراغبته ما يتبع هذا من الذين يتبعون أهواء هم بغير علم والعياذ لله الواجب أن نوقدر الفتوى ونحترم السؤال من السائل ومن المسؤول كل منهم يحترم العلم وينظر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينظر هذا فكر في دينه يحفظ دينه ما يجعل دينه ضائعا بين هؤلاء الذين كل منهم يفتيه بفتوى كل منهم يدله على طريق وهذا الطريق يؤدي إلى هلاك لا إنسان يتحرج يتحرز يحتاط لأمر دينه ويسأل أهل العلم وأهل العلم معروفون ما كل من شهاده يخرج من كلية ما كل من حفظ حديث أو حفظ آيات ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها فقه معروفون عند الناس ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط بدول اللي يصلح له لو اللي قائله من أجهل الناس أو من أضل للناس حتى المهم أنه يافق هواه رأس هذا خطر عظيم ولا سيما في هذا الوقت إنه قل العلماء قل الفقه وكثر القرى كثر القرى وقل الفقه وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض إن الله لا يقبض هذا العلم لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت لهم وإنما يقبض العلم بموت العلم حتى إذا لم يبق عالم تخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان حسب خير الموجودين خير الموجودين اتقوا الله ما استطعتم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله خير الجزاء صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما موقف المسلم من اختناف فتاوى العلماء كما أشرت لكم لا يتحير بين فتاوى العلماء بل عليه أن يسأل المعتمدين في الفتوى والذين عرفوا بالفتوى وعرفوا بالعلم فيأخذ بقولهم يترك ينبذ الأقوال الأخرى والفتاوى الثانية ترك نعم حسن الله إليكم وهذا السائل يقول ماذا يعمل المصلي عندما ينسى قراءة الفاتحة في أي ركعة من الركعات إن كان إماما أو منفردا إن كان إماما أو منفردا فإنها تبطل الركعة التي ترك منها الفاتحة فيأتي بدلها تكون التي تليها تقوم مقامها ويلغي الركعة التي ترك الفاتحة فيها ويكمل صلاته ويسجد لسهو أما إن كان معموما فقراءة الإمام تكفي عن قراءة المعموم تكون صلاته صحيحة إن شاء الله لأن الإمام قرأ الفاتحة وهو يستمع فتكفي نعم أحسن الله إليهم وهذه سائلة تقول نحن معشر الفتيات نريد منكم توجيها لأولياء الأمور من آباء وإخوة بأن يحرصوا على تزويج بناتهم وأخواتهم وعدم ترك الأمر حتى يأتي من يخطب وأنتم تعلمون أن الفتاة تستحي أن تقول أريد أن أتزوج كالولد قال الله جل وعلا وأنكح الأيام منكم الأيام يعني غير المزوجين من الذكور والإناث الأيّم غير المتزوج الذي ليس عنده زوجة أو المرأة التي ليس لها زوج يجب على وليها أن يجتهد في التماس للزوج الصالح لها إن خطب يبادر بإجابته قال صلى الله عليه وسلم ذاتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وإن لم يخطب فإنه هو نفس الولي يعرض عليه يعرض عليه أن يزوجه موليته فيختاره ويعرض عليه ذلك أن يزوجه موليته لأنه هو المسؤول عن هذه الأنثة فيطلب لها الزوج الصالح ولو بأن يعرض هو على الكفر أن يتزوج بنته أو أخته لأن لا يضيع عمرها وشبابها وهي لم تتزوج ثم الرجال ينصرهون عنها وتبقى أيمن نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول ماذا يفعل من غش في سنين معضية ثم تاب أفتونا جزاكم الله خيرا الغسل جريمة كبرى قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فألغش حرام كبيرة من كبائر الذنوب فإذا غش في المعاملة فإنه إن كان المقشوش موجودا فإنه يذهب إليه ويخبره بالواقع فإن رضي الحمد لله وإلا فإنه يرد عليه هذه المعاملة ويأخذ حقه ويعطي الطرف الآخر حقه إلا أن يسمح إلا أن يسمح المظلوم إذا سمح فلا بس هذا إذا كان الغش في المعاملات وهو غش غار أما إذا كان لا يضر الزبون أو المشتري لا يضره فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويطلب من المقشوش أن يسمح عنه إن أمكن نعم أحسن الله إليكم هذه السائلة تقول ما حكم لبس العدسات الملونة عدسات الملونة مثل النظارات إذا احتاج إليها الإنسان يلبسها أما إذا لم يحتاج إليها فإنه لا يلبسها إذا كان لبسها من غير حاجة فلا تجوز أما إذا كان لا يلبسها لحاجة فلا بس نظارات أو عدسات لكن الملونة لا الملونة المراد بها التي تغير لون العين تغير لون العين عن طبيعتها هذا تغير لخلق الله ولا يجوز وغش أيضا لمن يراها يظن إن هذا لون عينها من الأصل هو تزوير وهو صحيح نعم أحسن الله إليكم هذا السيد يقول أنا أقوم بالتعقيب على المعاملات وأنا موظف حكومي وأخرج لمصلحتي الخاصة وأترق عملي فهل في هذا شيء نعم لا يجوز لك هذا الموظف يجب عليها أن يحافظ على الدوام كما يحافظ على راتبه لو أخذ من راتب قرش ما أرضي فكيف يأخذ من الوقت الذي هو مؤتمن عليه ويأخذ الراتب في مقابلته فعليها أن يحافظ على الدوام وإذا عرض له أمر ضروري إذا عرض له أمر ضروري فإنه يستأذن من مرجعه ويخرج بقدر الضرورة ثم يرجع إلى عمله لأن العمل أمانة عند الموظف نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أنه صلى على الجنازة في المسجد ثم لما دخل المقبرة وجد جماعة أخرى يصلون فصلى معهم مرة ثانية فهل هذا عمله يوافق السنة لا بأس بذلك لأن هذا زيادة خير للميت زيادة دعا له أنا بأس أنه يكرر الصلاة عليه المسجد وفي المقبرة زيادة خير دعا نعم أحسن الله إليكم هذا سان يقول انتشرت القنوات الفضائية عند كثير من الناس بحجة متابعة الأخبار والضحية هم الأولاد بنين وبنات نريد منكم يا فضيلة الشيخ نصيحة لأولياء الأمور والشباب بخاصة لا تدخلوا الفضائيات في بيوتكم إن كنتم تخافون على دينكم على أولادكم فإنها ضرر تجلب الشر تجلب الفتن فتن هي فتن شديدة فجنبوا بيوتكم هذه الفضائيات محافظة على دينكم ومحافظة على من ولاكم الله عليهم من أهل بيوتكم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجار والفضائيات ليس فيها خير والأخبار تحصل عليها من المذيار أو من التلفزيون السعودي إذا كان ولابد التلفزيون السعودي إذا كان ولابد هو يكفي والإذاعة فيها الأخبار كلها وتكرر فيها تكرر فيها الأخبار مع أن الأخبار أكثرها دجل وكذب وتحريش أكثر الأخبار إنما هي للدجل والكذب والتحريش لكن عدد إذا كان ولابد ولا نباس مع الأخبار مثل الناس عندك المذيار يجيب لك الأخبار نعم أسأل الله إليكم وهذا سائل يقول ما هي كيفية العدل بين الأولاد هل تعطى البنت نصف ما يعطى الإبن أم هذا خاص بالميراث العدل في عطية الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنتين قياسا على الميراث لأن هذه قسمة الله جل وعلا بين الأولاد يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فيعطى الذكر مثل حظ الأنتين اقتداء بهذه القسمة الإلهية نعم لأن حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنت في الغالب نعم أسأل الله إليكم وهذه سائلة تقول ما حكم الدف في وليمة الزواج وفي العزائم والإحتفالات أفتونا جزاكم الله خيرا الدف لإعلان الزواج لا بأس به بل هو سنة ويكون بيد النساء ما يكون بيد رجال أو مغنين أو مطربين أو مطربات إنما يكون بيد النساء ويغنين بالغناء العادي المجرد الذي ليس فيه تطريب أو تلحين وإنما هو شعر نزيه تقوله الحاضرات أو بعوهن ولا يطلع صوتهم للرجال ولا يجعل مكبر صوت إنما يكون بين النساء بأجل إعلان النكاح قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف في رواية بالغربال والغربال هو الدف وكانت النساء يعملن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد على هذا يجلب مطربين أو مطربات أو تسجيلات أو مكرهنات كبرات صوت أو يؤتى أو يؤتى بموسيقى هذا حرام كله حرام ما هو هذا إعلان للنكاح هذا له ولعد نعم الإعلان يحصل بضرب الدف فقط بحيث أن الجيران والبعيدين يسمعون ضرب الدف يقولون هذا الزواج فلان وفلان نعم نعم هذا سائل يقول سؤال عن القصر والجمع في السفر المباح للنزهة وما حكم من خالف المصلين بالإتمام هذا يسأل عن القصر والجمع في السفر المباح كالنزهة وغيرها وما حكم يقول من خالف المصلين بالإتمام بالإتمام يعني أتم الصلاة الإتمام جائز المسافر السنة له ولا فضل أنه يقصر ويجمع إذا احتاج إلى الجامع وإذا أنه لم يجمع ولم يقصر فهذا جائز هذا هو الأصل لا بس بذلك ولا ينبغي الاختلاف في هذا والشقاق في هذا نعم أسان الله إليكم وهذا السائل يقول متى تبدأ التعزية ومتى تنتهي تبدأ من وفاة الميت من خروج رواحي الميت تنتهي ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام هذا وقت التعزي لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم فأنت لا تذكرهم إياها الثلاثة أيام ينسونها نعم أسان الله إليكم وهذا سائل يقول هل أنصف من ترك الغناء بسماع الأنشيد لعلها تكون مدخلا لهدايته لا نشيد مهم مدخل للهداية هي غناء هي نوعا من الغناء يتوب إلى الله ويترك الغناء بجميع أنا أشيد أو غير أنا أشيد نعم يسمع القرآن الحمد لله الآن الصحف الآن المصاحف المرتلة كثيرة وبأصوات جيدة وجميلة وتجويد طيب هذا الذي يستمع يستمع القرآن يستمع المحاضرات يسمع الدروس يسمع شيئا يفيده نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول إذا سافر المسافر قبل صلاة الظهر وقبل خروجه من البلد أذن المؤذن لصلاة الظهر فهل يحق له الجمع والقص أفتونى جزاكم الله خيرا قال لا هذا لا يزال في البلد ولا يعد مسافرا يلزمه ما يلزم أهل البلد إنما يبدأ السفر إذا فارق عامر البلد إذا خرج من البنيان بدأ بالسفر أما من وجبت عليه الصلاة وهو داخل البلد فإنه يصليها في وقتها ويتمها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول إذا أوصل موسيب أن يدفن في مكان معين وهذا المكان يشق الدفن فيه إما لبعده أو لوعورة مكانه فما الحكم لا يلزم إذا كان فيه مشقة لا يلزم أما إذا كان ليس فيه مشقة فلا بأس بذلك خصوصا لما جاءت السيارات والطائرات تقارب المسافرات فهذا ليس فيه مشقة الغالب قد يكون فيه مشقة على بعض الناس فإذا كان فيه مشقة يترك يدفن مع المسلمين في أي مكان الحمد لله ولا ينفعه إلا عمله ما ينفعه إنه يدفن في مكان كذا أو كذا إنما ينفعه عمله في أي أرض دفن ينفعه عمله نعم أسأل الله إليكم هذا السائل يقول نرجو من سماحتكم جوابا شافيا لحكم الشرع في الأسهم المختلطة والله أنا لا أفتي في الأسهم من حين بدأت إلى الآن وأنا لا أفتي فيها والآن كما تسمعون المصائب التي حصلت فيها لأنها مجهولة مجهول تعاملها ومجهول ما يدخلها والذي يفرقه وقاله نقيه مختلطة وخالصة هذا لا دليل عليه ولا هذا هو اللي غرّ الناس هذا التقسيم فالذي يريد السلامة يتجنبها نهائيا يبتعد عنها والبيع والشرى ولله الحالب ما يسور السلع والأغنام والجمال والأطعمات كلها موجودة يبيعوا يسري والعقارات والأراضي كلها موجودة يبيعوا يسري فيها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز الجمع والقصر مع صلاة الجمعة لا صلاة الجمعة لا يجمع معها غيرها لأنها ليست من جنس العصر صلاة مستقلة ليست من جنس العصر وإنما يجمع العصر مع الظهر الجمعة قد صدرت فتوى هو أكثر من فتوى بمنع هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم هطل المطر وهو يخطط الجمعة واستمر سبوع إلى الجمعة الثانية هو يهط للمطر ولم يجمع العصر مع الظهر صلى الجمعة فقط وخرج المسلمون إلى بيوتهم نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أنه دخل مع جماعة في صلاة العصر وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يفعل؟ نعم يقول دخل مع الجماعة في صلاة العصر وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فماذا يفعل؟ ينويها نافلة يستمر وينويها نافلة ثم إذا سلم يقوم يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول لقد اختلفت أنا وبعض أصدقائي في جواز مشاهدة المباريات الرياضية والتي تاتي عن طريق التلفاز والقنوات الفضائية فهل هي جائزة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا الذي ينبغي والذي نصيبه أن يتجنب مشاهدة المباريات الرياضية لأنها لا فائدة فيها على الأقل لا فائدة فيها مع أنها تشتمل على محاذير من كشف العورات ومن ضياع الوقت ومن عدم فائدة فيها هل يشغل الإنسان نفسه أو يستنفد وقته في النظر إلى المباريات نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أنا إمام مسجد فهل يحق لي التوكيل من أجل حضور الدروس والمحاضرات إذا وجدت من فيه كفاية إنوب عنك فلا بس لأن حضور الدروس والمحاضرات مهم جدا تستفيد فإذا وجدت من جماعة المسجد أو من غيرهم من يقوم بالواجب فلا بس بذلك لأن هذا عذر شرع أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أن إنسانا عليه كضاء من رمضان ويعاني من تعب وإرهاق وألم في البدن ولا يدري هل سيزول هذا الألم أم لا وهو الآن تحت العلاج الطبي فهل له أن يطعم إبراء للذمة قبل أن يموت وما مقدار الإطعام وهل يجوز أن يسلم ذلك لجمعية البر هذا يختلف باختلاف نوعية المرض إذا كان المرض يرجى شفاءه فإنه يؤجل القضاء إلى أن يشفيه الله ولو تأخر يؤجل القضاء إلى أن يشفيه الله ويقضي ولو تأخر ولو طالت المد وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر ولم يحدد سبحانه وتعالى الوقت الذي يقضى فيه أما إذا كان المرض لا يرجى له شفاء وهما يسمى بالمرض المزمن ولا يستطيع معه الصيام لا يرجى له شفاء لأنه مرض مزمن ولا يستطيع معه الصيام فهذا يطعم هذا يطعم عن كل يوم مسكين فدية قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه يعني لا يستطيعون نعم في طراءة يطوقونه يعني لا يستطيعون الصيام بسبب المرض نعم أحسن الله إليكم وهذا سيئن يقول أنه في حج هذا العام لم يتمكن من المبيت بمزددفة نظر للزحام وإنما مر بها بعد الفجر فهل عليه شيء إذا كان منعه الزحام وهو يسير في الطريق ولم يتمكن يسقط عنه المبيت يسقط عنه المبيت لأنه ما تركه باختياره وإنما عجز عن الوصول هو معفو عنه الحمد لله نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول إذا كان أحد أقرباء ممن يجاهر بالمعصية ولا ينفعه الهجر فهل آثم في هجره بعد أن أصحته وبيّنت له سوء عمله الهجر فيه تفصيل إن كان يؤثر في المهجور ويتوب إلى الله إذا هجرته فيجب الهجر لأنه وسيلة إلى ترك المعصية أما إذا كان الهجر لا يؤثره بل ربما يزيده شرًا فأنت لا تهجره ولكن مع المناصحة ولا تيأس من هدايته تكرر المناصحة له ولا تهجره لأن هجره لا يزيده إلا شرًا نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول في القنوات الفضائية قنوات مخصصة لتعليم السحر وكيفيته وهناك قنوات أخرى مخصصة لعلاج المشاهد إن كان مصاباً بالسحر فهل يجوز مشاهدة تلك القنوات وسؤال الساحر من خلالها وسؤال السحرة من خلالها هذا أمر خطير جداً السحر كفر تعلمه وتعليمه والعلاج به كله كفر ولا يجوز لا في القنوات ولا في غير القنوات هذه قنوات شريرة تعلم الكفر تعلم الشر تفسد عقائد المسلمين فيجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يجتنبوها وأن لا ينظروا فيها ولا يسألوا السحرة فإن سألوهم وصدقوهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهناً من أتى كاهناً فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيجب الحذر منها والابتعاد عنها وهذا ما يريده الأعداء يريدون أن يفسدوا دين المسلمين بهذه الوسائل الخبيثة التي ارتبط بها بعض الناس بحجة أنه يطلع يشوف لا يجوز هذا لا تطلع على الكفر ابتعد عنها أيضاً أنت لك أولاد ولك نساء وبيتك فيها رعية تحت رعايتك اتق الله عز وجل لا تدخل هذه الفضائيات في بيتك وشرها وأخطرها السحريات والعياذ بالله أحسن الله إليكم هذا سيقول من سلم في صلاة الظهر عن ثلاث ركعات ثم تذكر بعد السلام أنه لم يصل الرابعة فقام للرابعة فهل يكبر لا ما يقوم ينحر إلى القبلة وهو جالس ينحر إلى القبلة وهو جالس ثم يقوم بدون تكبير لأنه كبر يوم يقوم من السجود كبر تكبيرت الانتقال فيقوم للرابعة بدون تكبير لأن التكبير أتى بها يوم يرفع من السجود ويأتي بالرابعة ويجلس التشهد الأخير ثم يسلم ويسدلسه نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما حكم حلق بعض اللحية بقصد التحسين والترتيب لأنه لو كبر للقيام في هذه الصورة كرر التكبير كرر الواجب في الصلاة ولا يكرر الواجب يكفي مرة نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم أخذ شيء من اللحية بقصد التحسين والتهذيب إذا أخذ شيئا منها تجر وأخذها كلها في المستقبل أو أخذ معظمها والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائها أي تركها وإرسالها وإرقائها وإكرامها فلا يأخذ منها شيء ولا يفتح الإنسان هذا الباب على نفسه واللحية لا الحمد جمال ولا يبتقي له فتى يخففه ولا لا حاجة إلها الكلام نعم وإن ماذا من الشيطان يريد يتدرج معك شيء فشيء الله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ما هو بيجيك دفعة واحدة ما هو بيجيك بالمعصية خصوصا إذا كان عندك إيمان ما يجيك بالمعصية دفعة واحدة شيء فشيء شيطان تدرج بك شيء فشيء حتى تستمري هذا الشيء وتألفه ابتعد عن هذا نعم أحسن الله إليكم وهذا سألن يقول ما حكم سماع الدف للرجال الدف للنساء وفي مناسبة الزواج فقط للنساء وفي مناسبة الزواج فقط لأنه من آلات الله لكن رخص فيه لمناسبة الزواج فتقتصر الرخصة على محلها ولا يزال فيها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول عنده في البيت طيور تسكن في الشبابيك وتؤذيه في أصواتها فهل له أن يطردها أو يقتلها هل له أن يطردها أو يقتلها يقتل هذه الطيور لا يجيب الشبكة الدقيق هذا الشخال ويثبت على الدريشة أو الفرجة يثبته من خارج ولا يصد للطيور مكان هذا الذي يعمله الناس الآن نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أنني عندما أستمع للأخبار وخاصة عن العراق وغيرها أصاب بإحباط شديد وإذا تركت الأخبار واتجهت لتلاوة القرآن تهدأ نفسي وأعيش حياة مستقرة فهل ترك سماع الأخبار يعد ممن لم يهتم بأمور المسلمين هذا علاج طيب إذا كنت ارتاح للقرآن فاستمع للقرآن ولا تسمع للأخبار التي تؤثر عليك وليس هذا من اهتمام بأمور المسلمين هذا أنت مش تعمل مش تريد تعمل بالعراق إذا سمعت هل تريد تحل مشكلتهم اختب سامعين جاي لكن تتأثر ويضيق عليك ابتعد عن هذا ابتعد عن هذا وأما من لم يهتم بأمر المسلمين هذا ليس حديثا صحيحا هذا فيه مقال حديث ضعيف نعم أسأل الله إليكم وهذا السائل يقول إذا أطال الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الأخرتين هل أكرر الكراءة مرة ثانية إذا أطال الإمام قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين هل أكرر القراءة مرة ثانية؟ لا الركن لا يكرر لا تكرر الفاتحة في ركعة واحدة لا يكرر إما تسقط وإلا تأتي بذكر تسجيح أو تهليل في الصلاة لا بس أو تدعو الله عز وجل للمغفرة والرحمة أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول هل حديث من جلس في مصلاة بعد صلاة الفجر وصلى ركعتين يكتب له أجر حجه أو عمره تامة هل هذا الحديث صحيح أم فيه مقال؟ حديث قوي إن لم يكن صحيحين لكنه حديث قوي وهو في فضائل الأعمال ولا يشترط في الحديث إذا كان في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب لا يشترط أن يكون صحيحا ولو كان مثلا حديثا ضعيفا لأن الأذكار جاءت الأدلة الصحيحة بالترغيب فيها والله جل وعلا قل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإن كان ضعيفا فهو داخل تحت الآيات التي تأمر بذكر الله عز وجل وأما هذا الحديث فهو قول كما أعلم أنه قول لا يصل به الضعف إلى أنه يترك أحسن الله إليكم وهذا السائل نقول لقد أشكت على الانتهاء من حفظ كتاب الله ولله الحمد آمل من فضلتكم إرشادي لأحسن التفاسير تفسير بن كذير رحمه الله أجود التفاسير مع الاختصار ولا تفسير بن كذير أحسن بعد لكنه مطول تفسير بن كذير متوسط طيب نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول هل ينكر في المسائل التي يقع فيها الخلاف بمعنى أوضح الصور ذوات الأرواح التي تنشر في الإعلانات في الشوارع والطرقات هل يجوز أن أطمسها لا شك أن الخلاف في الصور أو في غيرها لا يعتبر إلا ما قام عليه الدليل أما مجرد الأقوال والآرى فلا يلتفت إليها إذا كان ليس لها دليل والدليل يدل على تحريم التصوير في جميع أنواعه تحريم استعماله وما تقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا قمسكها الذي تقدر عليه بيتك ولا في سيارة ولا في مقدورك تطمسه أما أنك تتبع الصور كلها الشوارع بل ما تستطيع هذا ما تستطيع هذا لكن عليك بما تستطيع والذي هو تحت ملكك ومقدرة نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول ما حكم الرمي قبل الزوال في آخر يوم من أيام التشريك الرمي يشهد؟ الرمي قبل الزوال في آخر يوم من أيام التشريك النبي صلى الله عليه وسلم حج بالمسلمين ومعه مئة ألف مئة ألف أو يزيدون من الصحابة ولم يرمي في أيام التشريك إلا بعد الزوال وقال فذوا عني مناسككم جميع أيام التشريك الثلاثة لأنه تأخر صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث عشر وما رمى إلا بعد الزوال ولا رخص لأحدنا يرمي قبل الزوال فهذا هو الواجب على الحاج الذي يريد أن يكمل حجه على الوجه الصحيح إنه ما يرمي إلا بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبل الزوال إلا في يوم العيد يوم العيد جمرة العقبة ترمى من الصباح وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ورماها لما وصل إلى ميناء بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة وأما الجمار الثلاث في أيام التشريك فكان صلى الله عليه وسلم يتأخر هو وأصحابه إلى أن تزول الشمس ثم يرميها ثم يرجع ويصلي الظهر عليه الصلاة والسلام وقال لنا خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني كيف تؤدون المناسك اقتدوا بفعلي يجي واحد يقول للناس يرموا قبل الزوال هل هو رسول هذا؟ هل يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يحدث شيء ما فعله الرسول ولا أمر به ولا أقر عليه أحداً؟ هذا مثل ما أقول لكم في بداية الكلام الأقوال لو تتبعناها ما بقي عندنا دين وفي الحكمة أو قول بعض العلماء يقول من تتبع الرخص تزندق من تتبع الرخص تزندق يعني يخرج من الدين نعم أحسن الله إليكم وهذه سائلة تقول هل المرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه سوف يتزوج عليها بأخرى؟ الحمد لله إذا تزوج عليها أخرى هذا من فضل الله وقد باح الله له ذلك لكن لكن تطلب الطلاق إذا إذا أخل بحقها إذا لم يعدل وأخل بحقها فلها أن تطلب الطلاق أما إذا كانت تزوج أخرى وعدل بينهن وقام بالواجر فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق قال صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ما يجوز أن تسأل الطلاق مجرد أنه أخذ ما أباح الله له هذا مباح الحمد لله بل قد يكون سنة إنما لها الحق لو أنه لم يعطيها حقها الذي أوجبه الله لها نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم الوقوف في عرفة ليلا من غير الطرار نعم ما حكم الوقوف في عرفة ليلا وهو من غير الطرار عرفة الوقوف فيها يمتد من جوال الشمس وقت الظهر إلى طلوع الفجر ليلة النهر كل هذا وقت للوقوف لكن إذا وقف فيها في النهار فإنه يستمر إلى أن تغرب الشمس ولا يجوز له الانصراف إلا إلى غربة الشمس أما من جاءها بالليل فإنه ينصره متى شاء لو مر بها ولو لحظة فقد وقف فيها الليل يجزي أدنى وقوف أما في النهار فيلزمه البقاء إلى أن تغرب الشمس نعم أحسن الله إليكم وهذا يقول ما حكم لعن الكافر بإسمه ما تدري ماذا ختم له لعن بإسمه لا يجوز إلا من جاء ذكره في القرآن أو في السنة بإسمه فيلعن كما جاء في القرآن أو السنة أما من لم يسمى أن تقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين على وجه العمور أما الأفراد فلا تلعن معين لأنك لا تدري ماذا يختم له به أو إن كان ميتا لا تدري ما ختم له به نعم أحسن الله إليكم وهذا شخص يقول نسيت مسح الرأس يقصد في الوضوء وبعد أن انتهى من الصلاة تذكر ذلك فماذا عليه عليه أنه ما صلى يرجع ويتوضى من جديد ويعيد الصلاة لأنه ترك فرضا من فروض الوضوء وهو مسح الرأس نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ظاهرة البغضاء والحسد والحقد انتشرت بين الناس فما توجيهكم حفظكم الله توجيه ما وجه الله به قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إلى آخر الآيات فأمر الله جل وعلا بالأخوة قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فالمؤمنون إخوة والحسد كبيرا من كبائر الدنور أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ولا تتمن ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله اسألوا الله من الله يعطيك مثل ما أعطاهم الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود أما أنت تمنى مثلها أو تسأل مثلها من الله هذا محمود طيب نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم تتبع الرخص لا يجوز تتبع الرخص لا يجوز تتبع الرخص الرخص يوخن بها عند الضرورة يوخذ بها عند الضرورة إذا احتجت إليها مثل أكل الميتة مثل أكل الميتة هذه رخصة أخص الله بها إذا خفت من الهلاك من الجوع وتكتصل على ما يبقي عليك حياتك فقط ولا تتسمر بأكل الميتة إنما تأخذ منها قدر الضرورة ما يبقي عليك حياتك فالرخص يقتصر فيها على مواقعها ولا يزاد فيها ولا تنقل إلى محل آخر لأنها رخصة مستثنات استثناء حالة استثنائية كما يقولون ما هي بدائمة نعم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون ما هو تعرف اللغو وهل ما يدور في بعض المجالس من اللغو أفتونا جزاكم الله خيرا اللغو معناه الباطل الباطل من الأقوال والأفعال وكل باطل فإنه هو اللغو ثم يلغوا لأنه ملغى غير معتبر فالمؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون تجنبون اللغو مجالس اللغو سماع اللغو سماع الأغاني والماء هذه من اللغو الأغاني والمزامير والأقوال الباطلة كل هذا من اللغو الأفعال المحرمة كل من اللغو الله جل وعلا أثنى على طائفة من أهل الكتاب فقال عنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام يعني مفارقة أو سلام تحية سلام مفارقة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فالمسلم يتجنب اللغو ومنه ما يذاع وما ينشر في الفضائية كل هذا من اللغو كله من الباطل المؤمن يعرض عنه يتجنب ولا ينظر فيه ولا يستمع له نعم ولا يحضر المجالس التي فيها لغو قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويستهزأ بها وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ألا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال لنبيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لا يجوز حضور مجالس اللهو والباطل والمعاصي لا يجوز الإنسان أن يحضرها ويجلس فيها نعم أحسن الله إليكم وهذا يقول أنه مسافر وأراد أن يصلي صلاة العشاء مع إمام يصلي المغرب مسافر أراد أن يصلي صلاة العشاء مع إمام يصلي المغرب فلما قام الإمام إلى الركعة الثالثة لم يقم معه وإنما سلم ما حكم عمله هذا هذا لا يجوز أول صلاة العشاء خلف المغرب تختلف سورة الصلاتين هذه ثلاثية أو هذه رباعية تختلف سورة الصلاتين فلا يصلي العشاء خلف المغرب ثانيا لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلف إمام لا يقصر لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلف إمام لا يقصر ولو كان مسافر فيتم مع الإمام قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به يقتدابه ولا تخالفه ولا تختلف عليه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه أنت تتابع الإمام ولا تخالفه نعم أحسن الله إليكم هذا يقول بعض الدعاء وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك إن لم يصر نبرعوا إلى الله منهم ونبرعوا إلى الله من هذا القول ليسوا إخواننا والله ليسوا إخواننا بل هم إخوان الشيطان لأنهم لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب علي يبرأ منهم رضي الله عنه بريء منهم علي إمامنا وليس إمامهم إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة الخبشة فنحن نبرأ إلى الله منهم وليس إخواننا ومن قال إنهم إخوان فليتب إلى الله ويستغفر الله والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان نعم أهسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم من صلى بثوب عليه بقعة يسيرة من الدم يغسل الدم والدم هذا إذا كان نجسا إذا كان الدم من لحم مباح شرى لحم واللحم فيه دم وصار بثوب هذا لا بأس يتسامح به لأنه جوز أكل اللحم بما فيه من الدم هذا مسموح عنه أما إذا كان دم آدمي أو دم حيوان غير معكول أو خرج من الذبيحة وقت الذبح دم المسفوح الذي يشخب من الأوداج هذا نجس فإذا أصاب الثوب يجب غسله ولما سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحكه ثم تقرصه بالمعاء ثم تنضحه يعني تغسل الدم فالدم نجس يجب غسله فإذا صلى فيه الإنسان إن كان ناسيا ولم يدري عنه صلاته صحيحة أما إذا كان متعمدا صلاته غير صحيحة يعني صلى بنجاسة وهو غير ناسي متعمد تبطل صلاته أما إذا كان ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة نعم أحسن الله إليكم وهذا سينا يقول ما حكم لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة فأقل هل يأثم دقيقة الواحدة أو نصف دقيقة هذا يتسامح فيه نعم أحسن الله أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول سلطان الشيطان أنه سلطان أنه سلطان الشيطان لا يعذر المسلم بالنوم عن الصلاة إلا إذا غلبه وعازم على القيام وعازم على وعاملنا الاحتياطات للقيام لكن غلبه في بعض الأحيان هذا عذر أما أنه يتعمد يقول النوم سلطان ولا يبالي هذا سلطان الشيطان عليه أن يتوب إلى الله ويحرص على الصلاة وإذا صلحت نيته عزم أعانه الله على القيام نعم ويعتاد هذا أيضا ويسهل عليه نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل على المأموم إثم فيما يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة هل هل على المأموم إثم فيما يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة في من يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة نعم المأموم عليه المناصحة إذا رأى أحد يتخلف عن صلاة الجماعة يجب عليها أن يناصح فإن امتثل وإلا يبلغ أمره للإمام وإلى رجال الهيئة يعمل ما يستطيع نحوه قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا قال يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمام لا بد من إنكار المهم وهذا السائل نقول هل طلب العلم واجب على الجميع؟ طلب العلم على قسمين طلب العلم الذي يحتاجه في دينه هذا واجب على كل واحد واجب على كل واحد أن يتعلم العقيدة الصحيحة أن يتعلم كيف يصلي وما هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها يتعلم أيضاً كيف يؤدي الزكاة من ماله يتعلم كيف يصوم رمضان يتعلم كيف يؤدي الحج والعمرة هذا لابد لكل مسلم واجب على كل مسلم أن يتعلم هذا أما ما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات والمواريث والوصايا والأوقاف والقلاء فهذا لا يجب على كل أحد وإنما هذا فرض كفائح إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي إذا قام به من يكفي لأن ما كل الناس يستطيعون يتعلمون العلم كله الله يخص ناس من ناس لكن من عنده استطاعة فيستحب له أن يتعلم هذه الأمور نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول لقد تساهل بعض الناس في شراء المنتجات الدنمركية فما رأي فضيلتكم في ذلك